في حال الحاجة اللي رفع مطالبة على أحد المرتجعات اللي وصل عليها إشكالية تقدر ترفع مطالبة من خلال منصة البايع كل عليك تدخل للمنصة وتنشئ مطالبة جديدة وتأكد أنه ترفع هذه المطالبة خلال 14 يوم من وقت استلامك لهذا المرتجع بعد 14 يوم ما رح تقدر ترفع مطالبة خلونا نشوف الخطوات مع بعض الآن رح نتكلم عن آلية إنشاء مطالبة كيف ممكن ترفع مطالبة من خلال منصة الشريك لرفع المطالبات من خلال منصة البايع رح نروح للصفحة الرئيسية ومن ثم لحقق بواسطة الشريك ثم منقولات الشحنات المرتدة بعد كذا رح نضغط على الشحنة اللي تم ارتجاعها بحيث نقدر نرفع مطالبة على هذه الشحنة رح تفتح معنا بهذا الشكل ومن ثم وبعد كذا رح تشوف المرتجع اللي رح ترفع عليه مطالبة خلال الضغط على خانة فيو رح ياخذك إلى المرتجع بشكل مباشر وتقدر ترفع مطالبتك على هذا المرتجع من خلال الضغط على رفع مطالبة هذا الخيار ما رح يطلع لك إلا خلال 14 يوم من استلامك المرتجع بعد 14 يوم رح يختفي معك خيار رفع المطالبة وما رح تقدر ترفع مطالبة إذا كان الخيار موجود رح تضغط عليه وبعدها رح تقدر أنه ترفع مطالبة على هذا المرتجع طيب خيار رفع المطالبة رح يكون موجود من خلال إنشاء مطالبة مثل ما ذكرت تأكد أن ترفع المطالبة خلال 14 يوم من استخدامك أو استلامك للمرتجع بعد ما تطلع على هذا الخيار رح ياخذك إلى هذه الصفحة تقدر تختار السبب اللي واجهك على هذا المرتجع أي إن كان السبب ترفع الصور والمستندات المطلوبة تكتب في التعليقات إنشي الإشكالية اللي واجهتك على هذا المنتج ومن ثم فتح مطالبة وبالتالي النظام رح ينشئ لك رقم تذكرة تقدر من خلالها تتبع حالة هذه المطالبة اللي رفعتها وكل المطالبات بإمكانكم الوصول لها من خلال الصفحة الرئيسية تقليل المرتجعات من خلال هذه الصفحة رح تشوف كل المرتجعات اللي تمت خلال 90 يوم من العملاء مع سبب الإرجاع لكل منتج بحيث تفهم الأسباب المتكررة وبالتالي تساعدك في عملية تقليل المرتجعات خلونا نشوف هذه الصفحة مع بعض الوصول إلى صفحة تقليل المرتجعات والمعلومات الخاصة بالمرتجعات رح نروح لحساب الأداء حالة الحساب والأداء ونروح إلى تقليل المرتجعات بمجرد ما نضغط عليها رح يأخذنا إلى هذه الصفحة لتعكس كل القراءات الخاصة بإجمال المرتجعات اللي عندك مع سبب كل مرتجع على حسب نوعية المنتجات طبعا رح يعطيكم المعدلات معدل الإرجاع عندك خلال الفترات طبعا تقدر تفلتر الفترة من خلال هذه القائمة يعطيك إلى 90 يوم المرتجعات اللي كانت عندك وأسباب الارتجاع على كل منتج مع تصنيف المنتج إذا كان منتج حالة ضعيفة أساسا أو إذا كان منتج مثلا مقبول أو إذا كان التصنيف الخاص بتصنيف المنتج بإمكانك تطلع على التصنيف وبينات التصنيف من خلال هذه الخانة إذا كان ضعيف جدا معنات المنتجات اللي لديها معدلات إرجاع عالية وتستدعي تحسين فوري إذا كان ضعيف يكون معدل المنتجات التي حصلت على تقييم سيء ضعيف جدا مما يعني أن المنتج بحاجة إلى المراقبة والتحسين مقبول معنات منتجاتك ضمن معدلات العائد المتوقعة وغير مقيمة معنات المنتجات غير مقيمة ولا تحتوي على ما يكفي من عمليات تسليم لتصنيفها طبعا المعلومات راح تكون أيضا لمنتجاتك ككل راح تكون معروضة كل المنتجات المرتجعة في هذه الخانة تقدر تبحث عن اسم المنتج أو بالرقم الاسكيو الخاص فيه أو بتصنيف الفئة الخاصة بكل منتج وتشوف سبب الإرجاع لكل منتج بحيث تفهم إيش الأسباب المتكررة على هذا المنتج بحيث أنه تعدلها والتالي تقلل من المرتجعات ككل ندخل الآن للوحة معلومات الشريك من خلال منصة الباية طيب خلونا نتكلم الآن عن الإضافة الجديدة الموجودة على منصة الشركة هذه الإضافة تمكنك من قياس ومتابعة أدائك للشحنات التي تم تحضيرها من قبل الشريك عن طريق التطبيق من خلال الضغط على حالة الحساب والآداء ثم نضغط على أداء الـ FPV أول ما تضغط على هذه الصفحة رح يأخذك إلى لوحة معلوماتك ككل مع كل المنتجات اللي حضرتها نسبة الإلغاء عندك وقيمة الإلغاء على كل المنتجات معدل الإلغاء الأسبوعي وكل هذه المعلومات رح يعطيك إياها في هذه الصفحة طبعا هذه المعلومات رح تكون بهذا الشكل في هذه المقالة هذه المقالة ممكن تكون مرجع لكم تستفيدون منها يعطيك أداءك ككل عدد الطلبات النسبة الإلغاء وكم قيمة المنتجات اللي إلغيتها ككل بشكل أسبوعي كم كان عندك المعدل وأيضا المعلومات الأخرى اللي تعلق بأداءك خلال التسعين يوم أو ممكن تفلتر على حسب الفترة إذا حاب تقدر تفلتر من خلال هذه المعلومات اللي موجودة طبعا يعطيك أيضا تصنيف الطلبات اللي من الغاء على حسب كل نوعية من المنتجات عندك أربع أنواع بناء على كل نسبة يطيك التفاصيل من خلال هذه القراءات تقدر تشوف الطلبات المعروضة وإيش نوعية الطلبات اللي كان عليها عدد كبير من الإلغاءات وأيضا الأسباب اللي واجهتك اعتمادا على رفضك أو ممكن تأخير أو ممكن انفقة الشحنة لأي سبب كان فمن خلال هذه المعلومات اللي موجودة في هذه المقالة تقدرون تشوفون آلية عمل هذه العادة من خلال آدات ال FPP بشكل عام كل هذه المعلومات راح تكون متاحة بمجرد ما يكون عندك مبيعات تناكس بشكل كامل على حسب كمية المنتجات اللي عندك وعلى حسب أيضا الفترة اللي تقدر تفلترها من خلال هذه الخانة طبعا لاحظوا أنه فيه كلمة المساعدة بمجرد ما تضغط عليها راح تشوف فيه معلومات تاخذك إلى مرصة دعم البايعين فيها مقالات كثيرة ممكن تفيدك إذا حاب توصل لأي من المقالات المفيدة راح تحصلها موجودة في هذه الخانة